أعطى سنتوقع خلال فترة شهر نوفمبر منتوقع أن تستمر الرطوبة النسبية بفعل تأثر الكويت والمنطقة المجاورة برياح جنوبية شرقية ومنخفض جوية تقدم تدريجيا على المنطقة إن شاء الله على أن تزيد فرصة تكون السحب ابتداء من يوم الخميس المقبل وخلال عطلة نهاة الأسبوع كما منتوقع بفعل هذه الرطوبة العالية أن تبدأ انخفاض كذلك الرؤية الفقية وخاصة خلال المساء وخلال الفجر لذلك نوغل إخواننا بأخذ الحيطة والحذر في الطرقات السريعة الجنوبية والخارجية والبرية وكذلك مرتدي البحر لمثل هذه الرؤية المنخفضة أما بالنسبة للأمطار فمنتوقع إن شاء الله أن تبدأ السحب أن تزيد من بعد يوم عشرة بإذن الله وتتهي عن فرص لبعض الأمطار المتفرقة على أن تزيد فرصتها إن شاء الله من بعد يوم 13 إلى يوم 17 المقبل من هذا الشهر إن شاء الله إن شاء الله أمطار خير وبركة ولكن دائما نود من الأخوان والأخوات بأخذ الحيطة والحذر من نسبة للأمطار المقبلة وخاصة خلال شهر نوبمبر